قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطارات الندى يا كل معنا للجمع قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطارات الندى يا كل معنا للجمع أروحنا مثل الحمام نشتق من عام لعام أروحنا مثل الحمام نشتق من عام لعام قد عدت بالأجر الجزيل تعطي الكثير على القليل بالفضل من يزكى الجليل يا شهر خير جدتنا اليوم تقنس بيتنا رمضان ضيفة مثوبة بعد اشتياق سرتنا الله اللہ 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 بسم الله الرحمن الرحيم السيدات وسادات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم في برنامج كل يومي برنامج في الرحابة الشهر الكريم وأي سيدنا فهد المساء نستضيف النابي برنامج يوح صلى أحمد خير ونتحدث معه حول أيام رمضان السيد النائب السلام عليكم عليكم السلام عليكم السيد النائب برنامج طبعاً تعلن البرلمان مكان يعني حقيقةً هذا كل القرارات المستقبل تخرج من هذا المكان ونحن في شهر رمضان مبارك أكيد أول سؤال نطرحه لك كيف تقضي يومك في شهر رمضان مبارك من الصباح حتى المساء شكراً جزيلاً بالنسبة لقضاء الوقت أو اليوم من الصباح للمساء أنا أموماً لا أرى فرق كبير خاصة في الأنشطة بالنسبة للأنشطة التي أقوم بها من إبادة وتنظيم المنزل والإدارة فهي مستمرة ومتتالية ومترابطة وبعدها البعض فإلا الشيء الزائد في شهر رمضان هو قراءة القرآن وكذلك الواجب المنزلي هو التفقد الأولاد وزهابهم إلى المدرسة والتأكد من مما يحملون ومما يعني من كتب مدرسية ومن هموم مشاكل إلى ما زلك ونطمينهم ثم نستعد للقيام بالواجب الإداري وهو في البجي في المكتب والعمل في البرلمان وأيضاً هناك أنشطة أخرى نقوم بها إضافية فأيضاً لا نقصر لأن الصيام لا يمنعنا من النشاط بل يزيدنا نشاطاً لأن الوقت الذي نضيئه في الأكل والشرب والفكر الذي نسبه أيضاً في الأكل والشرب يترك لنا فراغاً فنستفيد منه ونؤود كثير من ما فاتنا في هذا الموقع جميلة سيد النائب البرلماني طبعاً قبل رمضان شاهدت مرحلة تاريخية كبيرة وأنتم كنواب طبعاً شاركتم في هذا الجهد الوطني الكبير ولدى توقيعي على الدستور المعدل الذي قمتم أنتم كنواب برلمانيين بالموافقة لهذا التعديل الذي أجرته اللجنة المكلفة بوضع هذا الدستور للجمهورية الجديدة وقد أشهد رئيس الجمهورية شخصياً بجهودكم أنتم كنواب برلمان وطبعاً نحن نتحدث في الجانب الروحي الجانب الأخلاقي لأن الجمهورية الرابعة تكون هناك لا بد أن نتمسك بأخلاقيات حب الوطن لا بد أن نتمسك بوازع الديني ولو يمنع نفسه من اللعب بممتلكات الدولة أو العبس بالمال العام للدولة فأنت كنائب برلماني شو رسالتك للمواطنين خاصة أننا ندخلنا الآن في الجمهورية الرابعة والله يا أخي شكراً أنا في هذا المجال قد سبق شرحت هذا بطريقة موسعة لأن الدستور الجديد يختلف تماماً عن الدستور القديم وكما تختلف الجمهورية الرابعة عن الجمهورية الثالثة لأن الدستور الجديد هو يأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد والقيم التي تتمسك بها الأمة الشادية وينعم بها الشعب الشادي خلافاً للدستور القائم السابق وهو إبارة أن مقاتي أخذت من دستير أخرى أجنبيا لا تلائم لا تلائم ثم ملسقت إلى دستورنا وأصبحنا نتخبط في تطبيقها وكذلك في تنفيذها رغم أن مردودها ما كان شيئاً يذكر ولا يلائم ما كنا نتطلع إليه فلذلك من دمن الأدات والتقاليد أو من دمن القيم مثلاً أداء القسم أداء القسم كنا نقلد الدستير الأخرى والأمم الأخرى التي ترفع يدها وتقول جيجير أقسم لماذا الله أعلم فالآن يعني أدخلنا القرآن وأدخلنا الإنجيل وكذلك من ليس له دين الوسني أيضاً سيعرف بوسنيته لأنه يعرف الله بطريقة أخرى مخالفة وهذا يعني قدر أقله وقدر فكري وكل هر وكل بما لديهم فريحون فلهذا أقول أن الإنسان عندما يقسم بالله يعني بواسطة المصطفى العظيم وبواسطة الإنجيل وبواسطة ما يؤمن به فهو يعرف تماماً أنه مسؤول أمام خالقه لما يقوم به من أعمال جيدة أو رضياء فهو يحسب فهو مراقبة إلهية وهذا شيء جيد جداً لا يختلف في إسنان وإن كانت هناك تبريرات فلا داعي للخوض فيها إلا أن هذه الطريقة جيدة وتوتينا مكانتنا وقدرنا من بين الأمم والأخرى جميلة سيد النائب برلماني طبعاً سيد مصر الحمد خير طبعاً أنت كنائب برلماني عايش في وسطفى الجادي طبعاً الجاديين الناس يحب الله خاصة في شهر رمضان المبارك المحسنون يحسنون للضعفاء الأهل يتقربوا فيما بينهم في زيارات فهذه مشاعر وصراحة وإحساس طيب من المجتمع الجادي فأنت من خلال قراءتك للواقع الجادي ما هي الأشياء التي أنت خرجت بها في شهر رمضان لصالح الشعب الجادي من حيث التصرفات من حيث التقارب الاجتماعي من حيث التقارب الاجتماعي لكن هذا هو الواقع وهذه هي حقيقة يعني هي أقرب مما يكون في السودان أما غير ذلك فليس هناك مقارنة وإن كان البعض يعتبر أن هذا التعاون وهذا البيئة وهذا يعني نوع من سمات المجتمعات المتخلفة لكن هذا ليس صحيح هو إبارة تربية إبارة تلاهم اجتماعي وإعتقاد ديني يعني يربط بين أفراد الأسرة وبين أفراد المواطنين ونحن نفتخر بذلك فإن الشعب الجادي يعني شعب كريم ويحب الآخرين ويحب أن يؤتي ويحب إرداء الله أيضا عندما يؤتي فهو يرجو على ذلك عندما يمد شخص يده في الشارع أو في البيت فهو لا يمكن أن يرده إلا إذا كان لا يملك شيئا وهذا دليل على الكرم ودليل على خوف من الله سبحانه وتعالى ونحن مشجيعهم على ذلك ونفتخر بهم يعني ونفتخر أيضا بهذا البلد العظيم الذي ما زال يحافظ على كثير من القيم وكثير من المبادل والأخلاق الإنسانية الرفيعة للمستوى نعم قال لك كلمة أخيرة في نهاية هذا البرنامج في الحبشاء الكريم أو عندكم نياة تتمنىها لبلدك شارعي نعم فأنا كلمتي الأخيرة نتقل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الأطقاء والطلقاء من النار في هذا الشعر الشريف أن يوفقنا وأن يكون عملنا خالصا لله سبحانه وتعالى فأذكر إخوتي في الوطن بأن الإنسان هو إنسان قبل أن يكون كل شيء وكل ما يقوم به يعني كأمل صالح وخالص لوجه الله هو عبادة هو عبادة يعني فلا يتردد في القيام به له الأجر يعني كامل وتام إذا لم يكن وراءه شيء آخر فأدقوا إخوتي في الوطن من جميع الأديان نعم ومن جميع القبائل نعم ومن جميع الطوائف والمجموعات نعم أن يتركوا النعرات نعم القبلية نعم والتمسك بالآدات والتقاليد السيئة يجب تركها يجب تركها يجب تركها لأن كل الآدات ليست جيدة وكل الآدات ليست سيئة فلا بد أن نعرف ماذا نخص وماذا نترف وبهذا يمكن أن يتم التعايش السلمي فيما بيننا لا بد أن يحترم كل واحد الآخر تعرف الخلاف عندما يختلف الناس يعني يعني يأتي من شيئين فقط لا سليس لهم نعم أي خلاف نعم للسببين للسببين فقط إما أن يكون يعني أنت تعددت على الزمن أدم احترام الزمن أو أدم احترام المكان أو الزمن اتنين فقط يعني إذا رأيت الخلاف بين المزاريين وأصحاب المواشي فهذا يتعدد على الزرع أو هذا يسد الطريق لذا في وقت في الزمن الذي يعني يمكن أن يمر فيه بماشيته ليستفيد أو في الزمن الذي يزرع فيه زرعه ليستفيد وكذلك عندما يختلف شخصان إما أنت لا تترك له الكلام فتأخذ كل الوقت أنت تتكلم فإندما يزعل فيخرج بكلام معاكس ويحصل نزاع أو تتعدد على بيته على أرضه على ممتلكاته على شرفه فهو لا يرضى بذلك ويحصل خلافه وإلا ليس هناك شيء آخر فلابد أن نحترم المسافات بيننا وبين الآخرين الآدات بيننا وبين الآخرين المكان الذي يسكن أو يجلس أو يعمل فيه الآخر يجب أن نحترمه نعرف حدودنا كما يقولون أن هرية كل إنسان تتوقف متى تبدأ هرية الآخر إذا هناك مسافة هناك زمان ومكان فلابد أن نعتبر بهذا الكلام ونحترم ليس بالضرورة يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني كرم الإنسان كإنسان وليس كمسلم فقط وليس كمسيح وليس كإنسان مهما كان دينه لابد الله ندخل في متهات وندخل في أشياء ليس لها يعني داعي لكي يتم التعاوش السلمي ولكي نبدأ فعلا مع الجمهورية الرابعة في بناء يعني بلد جديد ومتشبسين بقيم جديدة بآدات جديدة بأخلاقيات جديدة ونترك كل الحرام يعني زي ما يقولوا يعني الإسلام يجب ما قبله نعم أكيد إذن السيدات وسادة بهذه الرسائل والتوجيهات التي قدمها النائب البرلماني صلى الله عليه وسلم الخيار يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية برنامج في رحاب أشهر الكريم وفي نهايتي نشكر النائب البرلماني لهذه التوجيهات صراحة توجيهات ورسائل قيمة حتى نبني جاد الغد جاد تكون آمنة مستقرة جاد يعني تعاون بها الخير وتعاون بها التقدم والإزدهاب إذن نشكركم ورطيب الانتباه والمتابعة حتى ألقاكم وقدم نظيف جديد دمتك أماني الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 لكن خمسناك أيضاً فعال أكثر من الأشخاص الأشخاص هل يمكننا فعاله؟ لأن الوصف ليشمس بهم عمليا إلى البعض لدينا عمل أنفسنا في أجل الوصف ليس كثيرا أجلب الناس من طبعا أنت لا تريد أن البعض أجل أن العدد لأنهم فإن أعجب فيها أجلونا سنتبه أجلما أنه يجب بذلك الشخص ، فهؤلاء في المساعدة أوليك هنان أيضا يهتم بالأشخاص و أحاجات الأشخاص يحتاج للدخور على المساعدة تتاكد المساعدة أبت؟ لا تحتاج التأكد هذا سيحدث كل ما يتجету هذا أيضا pink كن السلام عليهم لها تيضا ويوجد الله كيف تقول الله؟ يعني قاعدنا نعلم في سيام وعطاش كل ما يقليك يعني تمام عديل مرة في الجسم كل عديل وزيدة فوي وزيدة فوي وكل عيين تمام مرة طيب انت تحيب بشمو؟ والله فوقد ان نحيب كثير فهم في تفاة في قوم في الله تعالله يعني كثير قوة الله عديل مرة سعيدت يا أيها الفواكه كل من المرة سعيدنا وصولنا والله انتبوى بالبعمل انتبوى بالمرة جكرا ما شاء الله انتبوى الهي سير يستطع يمكننا أن نكون مفروراً. يمكننا أن نكون مفروراً. الحمد لله. موسيقى موسيقى ح Burn lach موسيقى 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 أحضر في القسم هناك شربرات. أحضر في أرانج وغيرها سوف نشرب وغيرها أحضر في القسم وغيرها الأناناز والمانجة أحضر في الشكل يمكن الأشباء لكي يتم تشربون لكي يتم تحضر في القسم لا لا فائدة السيارة تبا نظامنا كيف تحديث؟ ان الملابات ان كن لا يحدث لا يحدث كن لا يحدث والصالتالات التي بحاجة لها hour gezeigt والصالتات على الأدين والصالت على أدين والصالت على الأمر أدين والصالت الأمر يجب أي شيء هل أها لها الحقيقة؟ هل أكبر ماذا تبيع الفاكه؟ ابتخل المونغو مانجر؟ فقى يسمحون المرحلة خلال المثال الحقيقة يمطلون في الجنة ياردون في الوطن والماء والمائة لا يوجد مائم ولهذا يجب بها خلق أدخل الممكلة كم هي الممكلة الى رمضان قمت بالفواكه نحن الضغط نحن الضغط طفح طفح فعلا نحن الضغط البلاد شعرت المناقبة جميع المدين تأكل المدين لما يحدث بأعادتها، في فريقينة من الأداء من جميع المعقد انهم في الدولة ولأنا اشتركوا بالبعائل لم يتمكنون الكثير من المعقد أن أبي هم شخصي لم يتمكنون الكثير من الواجة التغير، الإ jogar التغير من المعقد العيد بأعادته، انتظار الشخص هو المخصص حسناً عندما تشجعخ مرادك стрية رأينانا رأينا عن تجنب الملون من الوضع Renee بالنسبة ليس في حالات المуля على البعض نشخص الكثير من الناس لن يفيد من البلد كيف تحرين المشروعات والمشروعات المرغة؟ لنشروع مرغة لنشروع الأakkس الحضار بين المشروع المغاكرية وهو مجردنا من الناس في الكرمدان في اليوم وانشروع الناس هذا المشروع tych مشروعات المغاكريات ولكن نريد الكثير، نريد الكثير، نريد الكثير من الانناس والبرتقال كما المترجمات بالقناة المترجم للقناة 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 ومن موسيقى لكي نتعرف لحظة لحظة المفاوات مع كل مدينة وكل مدينة بجوبي يمحل المعارغة لبعلاً ومن المفاوات لدينا مدينة يُبقى بيطاكارتين ومن المزيدة بيطاكارتين ومن المزيدة ومن المزيدة وفي الأخطاء الذي يشغب بالفويتامين والproofستيح في الجسم أحصل على الوكس بمجميع الوكس يمكننا كتبات منخفة الوكسيم والتغيسيك منه ينصر جيد على الكلام ويسرح الديم تقربة مضويا يوجد فيها البيتامين يوجد فيها البيتامين لذلك العالمين يوجد المشاكل لأن الفرائي والفواكيد هي مربوطة للصيحة أي أكل واجب لتبولي الفرائي يعني كنا 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 فطور قذا و أشدا واجب لتبولي الفرائي فراصة فواكيد لشان مسايد الفرائي والفبر الفبر يسايد باركة الأكل ويترانسي وفي فلتبولي الفرائي فلتبولي الفرائي ويترانسي نظر بمراقبة ويقرر بمراقبة فرائي يمكنك أن يكون المشاكل يمكنك أن يكون المشاكل يوجد المشاكل المترجم للترجم للترجم للقناة المترجم للترجم 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 للقناة المترجم للترجم 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 للترج في الحقيقة هي مستوى الجيدة التي تتحسس بها ويساعدتها من المحضة الباليكي لذلك كل شيء يكون هناك مساكتنا في التقديم العضور من أجل المستوى نعم من السيارة الكلام في الناس أخذنا في التغازن جيدا تتعرض لديابات حيث نعم بيخ يطاق بعض الناس لا يعطينا أن الشكل المثال يستود في الناس يستثمر في التغازن دعونا في الهواء لكن الأن أجل لدينا في الهواء ونحن في حالي أن الناس يحرر بالجوى في أي فرصة يحرر بالجوى الأسر لهم في جسيم بسيلم البيض وكل أمرأة المشروبات المهم هو أن تأكل الفروي لا تشرب جوه فإن الأورانج أخير تأكل الأورانج لا تشرب جوه في السيام الواجب أن نأكل الفواكه أزياد من الشراب نأكل الفواكه ونشربه لكن نشربه الماء من السيارات والكلية تشرب في فيها الواجب فإن الأورانج يتأكل الفواكه فإنكنا في سيارة الأورانج فإن الأورانج أن نعلم بسيطة ويأكل الفروي لا يشربة الفروي كما أنني نعلم بسيطة وهي كذلك فإن الأورانج توصيح الماء هم يمتلك الاشيارة والمخابر أيضاً ومع ذلك يجب أن تغيري لا يوجد سكراره لانهائنا المحافظ في الجسم لأنه يوجد أساسيار المحافظ، لأنه يوجد أساسيار المحافظ لأنه سيحور جميعاً وإنهاء المحافظ في الجسم يوجد بشكل صباح يوجد بشكل صباح ثم إلا يحفف المشكلة في الأرجان وين ترى السوق المشكلة يشكل المشكلة من التجانب في المترجمات لتفكر من السبب أن تشى الجدد أن تكون في القوات الوفادة لديك مانغة أو بانان أو شيئًا بعد ذلك يجب أن يكون هذا الشيء 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 مشاهدين من التلتشاة بدا خلاص كامل برناميتنا اليوم القانح جينا لكم فوقا بفايدة لفواكح والجود وخاصة كمان البيتخ بدا كما ننواعودكم لأمباكر برناميتكم من الساعة تسا مساء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر